أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا من قالها أي هذه الكلمات من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه من يومه وهذا الحديث صحيح في صحيح البخاري ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة وهذا الحديث صحيح في صحيح البخاري أدفيه فوائد كثيرة جدا زي ما ذكر أخونا شيخ أحمد جزاء الله خير موضوع التوحيد الناس ما بتغيره لأن الله تعالى قال في القرآن قال سبحانه وتعالى في سورة يونس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله يعني بدل لنا الموضوع قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون لكن كمان مع التوحيد نحن ذهلنا نرغب الناس في الدين ونرهب الناس من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ونريد أن يدخل الناس جنة الله سبحانه وتعالى ندارين والله تدخل الجنة يعني بسرنا جدا إن الشباب غير يتواضعوا وإيوا يسمعوا الدين والله أنا بتكيف جدا لما نجأ ألقى بعض الشباب يعني الواحد يجي داخل تلقاه شنو يجي داخل السوق يلقى الناس ياخ ناس بتائن سجائر ناس بتائن صعود ناس بتائن ضمن ناس قاعدين جنب ست الشاي كب شيري انتهى كب جبن انتهى مدعرفوا راس واللانبوبة مرقعة ما بتوزن ذاتوا بسائل بلاوي كثيرة جدا فإي تكونوا الله يعافيك سبحانه وتعالى تخلي ده الكل لون وتجي تسمع الدين الموضوع ده بالمناسبة عظيم جدا لانه ده دليل وعلامة على ان الله اراد بك خيرا شوف تكونوا تقعد تسمع الدين دي على مدخر والدليل في البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ورب العزة والجلال قال الناس في الحق ذكر اصناف لكن ذكر لك من ضمن الاصناف ذكر صنفين ذكر صنفا هذا يصرفه الله تعالى عن سماع الحق ايجي الناس بتتكلم في طريق بيوصل للجنة بترغب الناس فيه هؤلاء الدعاة الى الله سبحانه وتعالى يرغبون الناس في طريق الجنة يقوم ده يجي ماشي عاليهم ويضحك ويمش ولك شوف ديل عليك الله ناس يبيعوا في التماطم والموز وديل بيشغلوا في الناس يا اخي بيشغلوا في الناس شنون الافين هت هذه الجداد لا في في السوق ما سألته ما شايف الجدادتين دهلك وهادي حمراء وهادي بيضاء هت لا فينا الجداد ما تزالنا نحن ندعوك الى الله شوف الى الله سبحانه وتعالى قال تعالى في سورة العراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وين يروا كل آية لا يؤمنوا بها وين يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وين يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا الله قال لك دل بصرف عن سماع الحق أو عن قبول الحق وفي جزء الصنف الثاني دل لما نسمعوا الحق الواحد بيفرح بل مرات بنكسر لما نبكه والله قال الله تعالى عن بعض الناس ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إنه قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون وإنه قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنار إلى آخر الآيات من سورة المائدة ففي ناس رب العزة والجلال وفقوا اسمعوا الحق واكبلوا الحديثة الذي ذكر وهو في صيح البخار في نوع من الأذكار والذكر دا أيها جزاك الله الذكر دا تقولوا بالصباح وبالمساء بالمساء زي السي في بعض العلماء قالوا المساء يعني أذكار المساء بعد العصر زي الوقت دا يعني لأن الله تعالى قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل شنو غروبها يعني الشمس لسه ما غربت العصر وفي بعضهم قال ذكار المساء تقال بعد صلاة شنو المغرب أو بعد دخول المغرب المهم التا قول الذكر دا بالصباح والمساء الذكر دا سيد الاستغفار يعني دا من أفضل صياغ الاستغفار الليو إنك تقول اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لأن الله تعالى قال في القرآن قل من رب السماوات والأرض قل الله وقال تعالى الحمد لله رب العالمين وقال سبحانه قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء الله ربك هو ربك سبحانه وتعالى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الله هو ربك هو سيدك وقال الموضوع دا لازم تستشعره إنك إنت في الدنيا دي عبد لو دار تعيش في الدنيا عزيز وسعيد وفي الآخرة تدخل الجنة إنت في الدنيا تعيش علي أنك عبد لله وتخضع لله وتنكسر لله وتلجأ في أمورك كلها وتفر إلى الله وحده لا شريك لا دا الرزق يا الله أرزقني الله برزقك وما من دابة في الأرض إلا على الله شنو رزقها ويعلم ومستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين دائر زوجة أسأل الله بزوجك ما تقول الشغلة دي صعبة ودار لها خمسة وخمسين مليون دار تشتري وأطيته ولا دار تعرز أنا عرزنا شغلة دي يا الله وفغك شنو دار لها خمسة وخمسين مليون وها إلى أخي هتا كان دار تزوج بتزوج لكن كان دار تتلولو تعزل فين زي التفاحة والمنقى ودي ما وجيها ودي ما وجيها دي هذات اللي بتخليك تبحد لما انصلعتك تبقى كبري ما تزوج والله بطريقتك أنا بوريك فلذلك انت تسأل الله سبحانه وتعالى دائر غنى تسأل الله دائر جنى تسأل الله عندك زنوب تسأل الله يغفر لك ما بيغفر اسم الغفور والغفار والتواب انت قال لأسماء دي لشنو أسماء تدل على صفات الله سبحانه وتعالى وعلى كماله وعلى رحمته سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي نبئ يعني أخبر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بس تكيف تحسن الظن بالله وتلجأ إلى الله وتعتقد أنه هو ربك سبحانه وتعالى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت هدي لو قلتها بصدق الله اداك والله أما تقول لا إله إلا الله هسدي تقولها بصدق ومخلص فيها لله تعالى الله اداك شكيفي صيح البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عليك الله تزول بخش النار ده ما زول شقي قل تقول لا إله إلا الله لا ذار مواصلات لا ذار رغم وطني لا ذار أي شيء بس توفيق من الله تعالى تغلي بزول والله يزول خش النار ده لا يستحق والله لا يقول لك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله طلع من جو قلبه معتقد أن الوجود كله ليس فيه أحد يستحق أن يُعبد إلا الله سبحانه وتعالى لا شيخ لا فقير لا صاحب قبة لا تراب لا حجاب لا أي شيء وإنما يتوجه إلى الله وحده لا شريك لا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك يا الله إنت خلقتني لك الحمد وخلقتني من العدم والله كريم إنت كان فكرت في الخلق براو هس الناس قاعدة في الضائق ولك يا مولانا إحنا الفلس ده تعبنا تعب شديد وزهجانين أنا كنت شغال في منطقة في الجزيرة شغال مع واحد عتالة بعدين الزولة اللي بيرسل البسكويت ذاته في الدفار التاجر الكبير أعمى ما بشوف والعتالة بشوفه يقشه العرق ويبشو يشربه عصير بتاع منقا بمزاج وشايفين البسكويت وسيد البسكويت ذاته أعمى ما شايفيش داك عدة لفي القروش السواق وكذي ودي أبو خمسين ودي أبو عشرين أسل في نعمة أكتر يا تو والله بيتماتي الضائق ذو اللي يقول لك نحن والله تعبانين وما لاقين شي والناس راكبين في العربات المكيفة الشغال هذه لو بالتعب كان رحنا ركبنا برادو إنت ما جايب خبر سايق وده راكب برادو وبطنه جوا تعبانا ما فايتيش بس قف في جنبه ويجاي همش في غادي دكتور وفحص وده لابس لنا الضارة أيون تعباو ودهك وين وإنت الله عافاك تاكل ما شاء الله ينكلوك حصحاص ما يسوي لك شي انت ما لك ما تشكر الله سبحانه وتعالى الناس دي أخ الله قال وما بكم من نعمة فمن الله خلقتني وأنا عبدك إنت عبد لله تعالى وأعظم نعمة إنك تكون عبد لله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه لذلك كون مرحلة مرحلة إنك تكون عبد لله سبحانه وتعالى عبد عبادة مستقيمة دي نعمة كبيرة خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني أنا يا الله بيقذر استطاعتي فاتقوا الله ما استطعتم أنا على العهد الذي عاهدتك له يا الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون شنو هذا صراط مستقيم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت يا الله أعوذ بك ألجه إليك من شر ما صنعت من الزنوب والمعاصي والتقصير إلى آخره وأبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي أبوء يعني أعترف يعني إتا لما تعترف لها الله بالنعمة إتا دنوع من الشكر ولما تعترف لها الله إنك وقعت في زنب ده أبدأ يدخير مما تعترف لكن كعب الما بيعترف والما بيرجع وما بتوب هي الدنيا كلها زي صندوق الكبريتة الناس بتتكبر فيها لشنو كلها صغيرة كذب ما تتوب فيها مكسيرة تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى عود نفسك كذب داعي إلى الله بتغلط عود نفسك تتوب ترجع مدعو بتغلط عود نفسك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وقعت في أي زنب سمعتها هنا سفت صعود سجرت ما بغادت والنسة مع أبيت دقيقة ونص تتوب إلى الله سبحانه وتعالى الدنيا كلها زائلة ترجع قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هناك الحديث درد على كثير من الطواف ولك أحمد يا حبيبي سلام عليك كويس يا مسكي وطيبي سلام عليك يا كاشف الكروبي سلام عليك يا ماحي الذنوب أو غافر الذنوب شنو سلام عليك قال بمحوا الذنوب منه يا ناس الله سبحانه وتعالى درسوا ذاته صلى الله عليه وسلم كان بيقول لي رب العزة والجلال يا رب العزة والجلال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال تعالى في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا منه إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فإن لو عشت في الدنيا إن في نعمة تشكر الله وقعت في معصية تتوب وتعترف إلى الله سبحانه وتعالى مجرد ما اعترفت إنت ماشي في خير قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيا عسى الله أن يتوب عليهم لكن لما ما تعترف وتبرر لنفسك بعد ذاك يا دوب إنت موضوعك طويل ولك الحمد لله نحن موحدين ما فيه شي يا أخي شغل دي كونه الزول عائل نظر نظرتين توحيد ده قاعد نحن أصلنا موضوعنا ده واضح توحيد مهم وأعظم شي لكن ما معنى تعصي الله سبحانه وتعالى بذنى التوحيد تحافظ عليه من المحافظة على التوحيد ومن إكمال التوحيد محاربة الشرك قال أحد أهل العلم وهو الآن حي حفظه الله اسمه عبد الله القصير في ملاد الحرمين له كتاب اسمه المفيد في شرح كتاب التوحيد غير القول المفيد لابن عثيمين فالرجل ده قال وعنده شرح للأصول الثلاثة قال ومن لم يدعو إلى التوحيد فهو ناقص التوحيد قال الزول ما بيدعو إلى التوحيد توحيد ناقص كيف قال لأنه يقر الشرك لأنه في شرك منتشر وكون الشرك انتشر وإنت ما بتنكره فإنت هذا بالمناسبة نقص بالنسبة لك انت فإنت لازم تبلغ دعوة الله تعالى تمشي المساجد قل لهم يا ناس نادوا الله ما تنادوا الشيوخ تمشي في الطريق مره معلق كمون لطفله ولا لنفسه تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى يا مره الكلام ده مفجوز والله في القرآن قال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو تمشي أي محل تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وتثبت على ذلك حتى الموت واعبد ربك حتى يأتيك شنو اليقين أي الموت اليوم اللي بجيك اليقين ويتعلى التوحيد أبشر إنك بتموت على خير إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توحدون والله الذي لا إلى غير ده موضوعنا ده أنا أي موضوع نتكلم فيه ده موضوع جانبي وإن كان مهم لكن موضوعنا الأساسي والله يتقبل والكلام ده ما قلناه إلا لأمور منها أن بعض الحزبيين يصفون هذه الدعوة ويصفون الإخوة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بأن موضوعهم الطعن في الجماعة الفلانية من الذين ينتسبون إلى السنة وهم يحاربون أهل السنة قلوا كنتم موضوعكم بل زارين تهدموا الجماعة جماعة ياته جماعتنا ياتفين مركز والليصلاح كذي حدد والله يأظن المركز ودهك مبقول الإصلاح كذي حدد تتفقوا أول شيء لأنه ما موضوعنا نهدم جماعة الداء وجماعة الداء بالباطل نهدمهم بالحق وإلا لو هن على الحق لو العالم ده كله يوقف ضدهم ما بيهدمهم والله الذي إله إلى غيره لكن هنا موضوعنا التوحيد رميس يتصل بي واحد زعلان وجزاء الله خير كونه يتصل دهاري ناصح جزاء الله خير لكن زعلان هدتوا موضوعكم كله ما خليتوا شيخ ما خليتوا زول واحد برضو في منطقة جهة مدني قال لي قلعتوا العرش مرة واحدة خليتوا أفاضحة سايح هذا العرش بتاع شنو قال لي ما خليتوا شيخ ما خليتوا دكتور ما خليتوا عالم وده همكم بس تهدموا قلت لها الموقع ده الآن فيه أكتر قريب ألفين مادة جيب لي عشورة ربعة أو عشورة في هدم الجماعة اللي تبتقول دي ولا أكتر في مناظرة الصوفية والدعوة إلى التوحيد لكن ده بندهم بالرفرف نحن عزميين بالرفرف مرات بكتروا بنجيهم بالصدام بنردمون بنماشين لكن موضوعنا الأساسي أن يعبد الله وحده ولا شريكة والله الذي لا إلى غيره ونسكت منهم فترة تاني يقلعوا ببدعة نديهم يكوركم قولوا ما خليتونا انتم ما تخلوا السنة خلوا السنة تمش ما تجيبوا بدعة بنسكت منكم لكن تجيبوا البدعة وتاوى أهل البدعة والمميعين والمنحرفين والشباب ماشيين وجايين بعضهم مساكين ما عارفين أي شي يمشوا داك في الفتحة بنبز لهم الصحابة ويضحكم بكلمتين أوه يضحكم ايجوا بغادي وامشوا الصحافة داك اطلع لهم على الحاكم ايجوا وهو الى آخري ايجوا يقول لك الله مؤصل تأصيل والله مقسمة تكسيم مقسمة هي ركشة ولا عربية ياها الدين دا الرسول عليه الصلاة والسلام الديني خمسة حاديث قال فيها اقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام دا ليا خوفوا المسلمين وخوفوا طلبة العلم شباب ينخلوا الرمتلة جوا يدعلموا الدين داك يقول لهم تفسير السعدي داير خمسة سنوات هو خمسة شهور بتنتهيوا بالفوايد بتاعته وتفسير ابن كثير داير ليه عشرة أو عشرين سنة ولسه بعد الموضوع طويل في رايق دا بيخرج ناس يبلغوا دعوة الله تعالى ما شانا ليه هناك في الفتح اشتغل لنا جابوا في الفتح مبتعى الجمعية اتما بتعرفوا شغال لنا شنو طبعا بيشتغل بالإشارة مرة سألوا عن الجمعية قالوا الجمعية هو معاون الجمعية هنخش فيها ولا ما نخش طبعا هو تسجيل صوتي وما في فيديو الوقت دا كسي ما عارفوا بيقى يراه ولا ما يرى غايته ما في فيديو بعدين بيقى شنو قال لهم كدي يعني اللما كدي أما كدي كدي يعني أبقى شنو أبقى براك وما تتلم لم مع شنو مع حزبيين أو مع ناس شغل تحذبك طبعا دي ما بتلقاه لأنه فيديو شنو ما في والصوتي الكلام دا ما بيقدر يجيبه ولا كيف فما بتلقاه جابوا هناك في الفتح اشتغلينا نحنا كنا في الفتح هناك لما الله فتح علينا خلينا الجماعة بعدين كنا في الفتح اشتغلينا في ناس بيبلغوا دعوة وما في علم كلام زي دا قام قاعد يعمل كذي كذي يعني تتعلم قاعد يسويها كذي بعد كذي زي القلاب بتعلس من تدقى شفتها كذي وكذي يعني تاخد علم كتير حتى ينتبلغ شي قليل كتير حتى ينتبلغ يا زول بلغوا عني ولو شنو ولو آية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ثلاثة رسل قاعدين بلغ دعوة الله سبحانه وتعالى بعدين الإلبيري قال يزيد بكثرة لإنفاقي منه وينقص إن به كفا شددته وقلت لما تبلغ الدعوة بيتصل بك زول قاله يا الشيخ تجيتنا في الجامعة أهانا أمرتي قلت لا طالق ثلاثة بتقع واحدة ولا ثلاثة قلت ما عندك علم لكن مش يتبلغ الدعوة طوالي بتمشي تفتش الكتب وتسأل العلماء عرفت المعلومة ترجع له والله واقع طلقة واحدة هكذا ما بلغت الدعوة كانت اتصل بك ما كل مرة بتستفيد كذي يسألوا قمية سؤال تمشي تسأل وتدعلم وتبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى فنهنه والذي رفع السماء دعوتنا هذه ويسأل الله يتقبل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الطريق نحارب الشرك والمشركين والبدع والمبتدعين وندعو العصاد رجالا وإناثا إلى الرجوع إلى منهج الله تعالى الحق وإلى دعوة الله سبحانه وتعالى من أجل دخول الجنة فالناس تحرص على الذكر ذا بالليل وبالنهار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني إلى آخري هذا الذكر من أنواعي الاستغفار جزاكم الله خيرا على حسن السماع بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد